أنا تقريباً قبل ثمان سنوات التقيتك في بغداد في مكتبك وكنا نتذاكر عن القاعدة والمنظمات المتطرفة فإلى الآن أذكر قتلي القاعدة والمنظمات المتطرفة ستذهب إلى أفريقيا وشمال أفريقيا ما قلت له لي كنت أحفظه والأخبار اليوم تقول صدق ما قلته لي في ذلك التاريخ ولذلك أنا أسأل بهذه المتابعة التي عندك والرؤية التي تمتلكها من يرعى داعش اليوم في العراق؟ من يموله؟ أو ما زال متمسكاً به؟ أو يدعمه؟ والله حسنا ما أقدر أقول لك أستاذ نجم ما أقول لك بيني وبينك لا أقول لي يا هل أنه ما أريد أسبب أحباط آخر للشعب العراقي حقيقة بس أقول لك القاعدة الذهبية التي تعرفها وكنا نعرفها أقول لك عدو عدوي صديقي وأكو ناسة تريد تفركش العراق بالكامل حتى تصير نقضة وثوب على المناطق الأخرى من العراق على سوريا وعلى مصر وعلى ليبيا وعلى لبنان وعلى آخره نقضة وثوب العراق من تعمل فوضى العراق؟ مثل ماذا تحصل الآن؟ ستكون نقضة وثوب لقوى الشر وقوى التطرف ولهذا أنا كنت متوقع جدا أن هذا الموضوع وأنا رحت بالمناسبة رحت أسعى إلى تكوين قوى عربية أو قوى أفريقية لمقاتلة المتطرفين وصلت للصومال رحت للصومال أداعي بها القضية بقيادة مصر ولهذا نحن أستاذ نجم يعني بصراحة لازم تكون عندنا رؤية لما يجب أن يحصل ورؤية للمستقبل وتحليل دقيق وتحليل واقع بمحل ما أطلع أقول ألطم وأقول له والله أنت هذا مسكين أصار خرق وبعدين ما يحصل أقول له أصارحة أقول له هذا نحتاجين نسوي سمعت اليوم خبر ما أدري منه كنه مصطفى الكاظمي قال لنا المعركة هي معركة استخبارات هذه قصة قديمة أنا قال لها من قبل خمس سنين ست سنين سأكثر قال القضية تتركز بقضيتين الموجة في حد داعش ثلاث قضاء استخبارات وتجميع المخابرات هذا أولا ثانيا عمليات نوعية يعني عمليات نوعية عمليات عسكرية نوعية نعم وثالثا تغيير تغيير البيئة السياسية لتكون بيئة طاردة للإرهاب وليس حظن الإرهاب كما يحصل لهم